نحن عدتنا على برنامج كنتم على برنامج محترم ومتبارك ما يدعو الحزب لا يرخص حزب وهو لا بدنا نعجقوا لهذه الطريقة لانسحاب لانشوف هذا المائي برام فهو فهم على هذه الليلة انشاهدتهم لقلوا شخص احنا ما نمعجيبينو لها قايلينو شخص حد عدل سياسة ما عندو شي شخصي اشي كامل له ينقاه لبرنامج و ينقاه لخطابه لقد شرت الأستاذ برامو للداول عبيدها طريقة لانسحب لها على النظر طريقة قاع نعملها ببرتيد عن السوري اللي مارس ضدنا محن اللي طبع لا تعدالش من المسرحيات من العجام و كل شي ويشبار ياسم ميدييات وانا قاع اختراحك عنه ويشبارت ميديا في المسرح شو براكم هاي الناس اللي شاوفته هجوب ولا رد عليهم هو تعود على قضيه وشاوف رئيس جسد القطي السام محمد زميل المصور ورئيس محمد المحر ولا اجاوب حد منهم كانت ديه ردود كانت ديه ردود والله بعضهم عجل فهذا الطابع ديه يعتبر عنا الاعمال لمدة وانا قلت لك لانا لقاعي يخطع ديه فهذا ما يتواسط احنا براه فرحنا عليه شكينا عنه يتقدم عن السبياني السياسي والاخطاء والكلام الخاسم وعنه عدني في البرلمان ومرشح وحزن محترم وعادي ينطر بسوئة 24 فلم ويمثل شريحة محترمة من المجتمع شاكه وعنه يعني انا مانا قد اكون يمثله يقدر عود على مستوى معجن من مكان وماذا تقاعدها كعدد الفريدة يتكلم كلها ومطابه نعم الرئيس كان نعم الرئيس خلينا نعم الرئيس خلينا نصل لكن رئيس نعم لانا ادخل ان تصريحات 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 الضغارة لا يحمل برانة السورية تتحمل الدولة السورية شو ه اللي هو الميرتان كما يقول لكم هاي الميرتان مكونتي مكونين قائلها البلان ومكونين قائلها الكوان تعريفا كما نقول لكم من الانتقين بالحسين اللي ينبسوا الدراعة عندهم عدات مشتركة وعندهم تراث تاريخي و مسترقة و محاولة جغرافي و صحراء الكبرى عايشين فيه و لا كيف تغير مجتمعات العالم كاملية من خليفين و سيارت العبود يعيون العبود يعيون و طبقات و لا ينقلهم عرقيتين و لا مكونتين ينقلهم طبقات لم ينقلهم طبقات لحراطين طبقاء من المجتمع الموريتاني و قطعا هذه الطبقات مارست عليه العبودية و مارس عليه الغبن كيف تلو مارسة للناس كاملية كلها من المظور اللي كان فيه لأنني لم أرسلت عليهم. بدأت شين قالتهم للحديثة نحن لم يكن لدينا شي سابقين. وبدأت الناس من الساعة تولدت موريتان التي هي متباركة مع طريقة تقجر بها وضعية الأحراطين ولو مالة الشعوبية. نعم هذه هي نقطة. نعم هذه هي نقطة. شوف الموضوع إذا بدأت خرص شخص لا يتتكلم عن مرض لا بدأت شخصه. تمام تمام. بدأت تتكلم عن موضوع حان الهاتف بارتين نحن رواية بشأنه مبراقية. وفبلا تبقى نعطل لك عليهم محاضرة. نحن نعلم. يلا شخصه لماذا تتكلم عن القضية؟ خلي ليك يعود حوار فكري وياكد بدي استغلال من المشاهدة. ما يكونوا وعدين نقاط. يلا أم قرأنا بارتين. وهذا النظام هو بارتين. مرتمه لي بارتين. ما نستفد؟ أنا تتكلم عن ردة الفعل. لحظة لحظة. لن ننصلك مرحلة نعم رئيس. نحن بقين لذلك. طيني وقت. لا صبران. لا نتخطى ما تتعصلتوها. لا نتوصل النتيجة. ما هذا؟ جميع نظيمة. بدأت تحاربها. المجتمع كامل متوافق عدد. عن غبن اللي خارطة أرضن والأحراطين. وعن التأخذ الخارج مع المجتمع. بسباب مخلبة ترق. ما خارق حد. ما هو متوافق. عنه يا الله يزول. وزينا عنده يزول. ومستعد يبير فيه. ومستعد يعود هدف عنده. يقين هم اللي خارج شيء الله تطيفهم من الناس. عن الناس الأخرى. ما يمستعد التمتحاج للبرامة بتلفتو. كل نهار يخطع لها ويقولها. هذا دور الدولة. الدولة يضعت عندها قوانين. حد يوقف دولة مستقلة. عضو فالمم المتحدة. وهو نايف برنامانة. بدل من يقعد هم. ويقول تحت قبة البرنامان. يوقي يقوله من النقد. ويناقش معها الأمور. ويقوله مفتوحال التلفزيات. مفتوحوا سينموهات. مفتوحوا بمرصة. ويقوله بطريقة الحقيقة. ما يكون موعد شنف. ويقعد هو. وش من الخطء كي يجمعت النذر جمع الميديات. وش من الخطء يتبرع كلما عندما عنده قياد. ويجينا. في جنب يجينا خمسة درقاش. لا مرتان. يجيون لها مرتان. يجيون لك مجلس حقوق الإنسان. ما يجي حد دلوية تتحضر لها مرتان. يجي لك واحد. وش من الناس متبرعين. لكننا نحن لا يمكن. يجمعون العربة. لكن لحظة لحظة لحظة. هي مجموعة لحظة. لكن. ما تشكرنا الدولة مهتمة. هذا المؤتمر يخلق مع أمور التاني. هذا يقيل لك أنا. أخترت أنا يقيل لك عم معرفة. اشتري يا رواي. يمشي الفريد أميسيون كله أجماره بي. ويدفعه كذلك. ويدفعه كذلك. ويجي يتخاسبه. هذا. ومالو قال أمور التاني عن دعم تفاعد أضمان. وأمريك وفرنس. يجب أن أمريك وفرنس. وإنه يجب أن أقلق مع الدليم. وقال عن نظام البلان. وقال داعمت هذه المجموعة. وعندك من أمريك وفرنس. وقال أنا. النظام لأب بارتايد. ولم يقى نوع ما قاله. سوق على الشريعة الإسلامية. وقال عن هذا. وعدل باسم الإسلام. وإذا قاله. ما يقاله بالحسان. قال يقول فرنسية بي. ومجهور مد أخرى. الناس الناخية بلد زرق البلان. وبيلان موليتان يسوى خضر أسوا بي. وكان قال لهم. ما توسيت معلين. وأنا متحدي. يترجم خطابه القال. ومشي بي واتسابوها. بيلي والقال. حنا تنقول لها. هو قال عن الموليتان. حتى حكمها. يشارظمها. من الأول استقراقيين. العصوريين. البيلان. يشابوا. نظام الأبرتايد. كان قائم في جنو أفريقيا. وعندهم نخبة أسكرية. متحكمين بيها. وعندهم يقتصبوا عليها. وعندهم يعدل بس مرواية. قال للشريعة الإسلامية. شو براك ده أسرع للشريعة. يالله تتم وقلوا باعش يا خبيري. فهم. ويا الله يخلي عنه. والدولي الله تتحمل مسؤوليته. وهذه العاقب عليه القادم. ويا الله. الدولي تعاقبه. والله تنس حمله حصانته. برنا ما نجي. والله مولي. تفهم الناس. ها هو لحوة. هي الرئيس. هاي مسؤولي تدر. جيد. لكن لحظة. لكن لحظة. نعم. لا ينقصفه. طبعاً الأستاذ حنفي. لا يقوم معنا لحظة. لا ينشف معنا الأستاذ حنفي. طبعاً الأستاذ حنفي. استمعتم إلى رد الرئيس داود على تصريحات الرئيس براما ونقده لهذه التصريحات. فكيف ترون هذا الرد؟ بالنسبة لتعليق داود على استحاد رئيس براما. بالنسبة للتعليق داود على السحاب رئيس كلاب هو برام زعيم سياسي وعنده طموحه يقرر بصير للفند ويخطط المستقبلون وترشح مرتين للرئاسة يحصل على هذه الثقة على هذه الثقة المسؤول عن إدارة شمه هذا المسؤول معناها على أن نتقدم المصلحة العامة التي تعنينا ضررها متعدي ونفعها متعدي لأنه يحصل على شيء صالح رائعينه كاملين لأنه يحصل على شيء خاسر رائعينه كاملين بالتالي يوسع باله على أن يحصل على خاطب الناس التي أراؤه وآراءها ما هي متافذة بالناس التي تجعلون معها حزونها وخلافات ما هي قاعدها من جده يقول الله يعود عنده من وسع البال ووسع الأخلاق أنا أحضر قوم بصيرتي صحابي مفتقل والله أعطي رائعيني والله الذي يحاكم العصر من النص يعني ما يدف لبنام كل الميت وإن كان قلبني بعد بنام وقد طرحوا من الآخر داود وإن كانت العلاقات العامة قلبني داود فصديق يقولون بصيرتي صحابي لأنه يتكلم مفضوعيا والله على حد يأهموا إدارة الشأن العام لا بدهم يعود جد ليسمع الرأي الآخر نحن نصول رئيس دولة يشلج المخالف ويسحفل عنه مثلا من ترى كانوا يطمئون القضاء الصف على الموالي ينبحه وكان حد من يعود من يعود المخالف في الرأي يسحب عنه بالتشنج معناها كانوا يتكلمون عادي يتكلمون في الرقابة من البيضان الذي عبدوا وعبدوا هلو وعبدوا والده وألاقوا في الأمرين لا يتكلمون معناها عن شغل من أن الظالمين من أمس غضل النظام بيران لا يكونوا يتكلمون مظلومين نوع متشعرين الجن ويقولون هكذا يقومون يقومون يجبون يعرف عنها تعرفوا حتى وعنها تقدم بدلا من تعطي ياسر من الأخبار التي يتكلمون فيها يقومون يشنج ويسحب هذا ما واحد ملاء يجبون تحديوه فيه مقاليم الدنيا في مرحلة دقيقة جدا وفيها ياسر ما هو متقاني ولا الحكمة لا بدلا محد يريد من الأمر ويصدره ويقضعا بما يمتو ما هو قراء معناها ما هو الشجاعة لأن الشعر قد سره جريه في القذر مفردا وضل سرعته وقد دلفا وحد يجري وحده في عبد السابق يعني حد من يقعد بحواء مع مد متفاصل بحواء ويقلب عليها الحجة ويوضح لها بحواء هنا لا يكون تميز لا يكون تميز الأشياء هذا توضيع بغاية الوضع نعم نعم أستاذ حنفي نعم أستاذ حنفي نعم أستاذ حنفي نعم لن نشعرك من شاء الله لكن خلال تعليقكم على تصريحات الرئيس برامل الدهو العبيدي أنتم لا ترون أن خطاب الرئيس برامل الدهو العبيدي خلال الفترة الماضية أنه تطور خلال يعني مرة بمعدة مراحل في الانتخابات الرئاسية 2014 حصل على 8% في الانتخابات بـ 2019 الانتخابات الرئاسية الأخيرة حصل على زيادة من 20% واحتل المركز الثاني مقارنة بمرشحين آخرين يحسبون على المعارضة الراديكالية هو تقدم على هؤلاء وحتى أنه حصل على نسبة كادا طبعا يحقق المفاجأة ويعني يتاهل إلى الشوط الثاني لولا طبعا فوز الرئيس محمد الشيح الغازواني ألا ترون أن خطاب الرئيس برامل الدهو العبيدي كان له تأذير كبير جدا وتمكن من الوصول إلى قلوب وعواطف الكثير من الموريتانيين بمختلف الأجناس يعني من المكون الإبضال والحاطين يعني زنوجة غير ذلك هذه المكونات كلها 20% ربما لا بد أن تكون كل هذه المكونات ممثلة فيها لا يمكن أن تكون من شريحة واحدة خصوصا حسب ما نعرف ديمقرافية الموريتانية والتوزيع الانتخابي هذا لا يحسب له أنه أيضا يعني صوته الحقوقي مكن من سند قوانين جديدة وصنع أحداث كانت لها تأذير كبيرة جدا في المجال يمكن أن تكون هناك شحة قد تمر اختار الأعباء عند الناس يقول السيك تمام ولكن حد جاء ربعة ربعيات وردهم بوحماء وعندنا ينشك هنا على أن نتطوع ومنطج يجب كله كله البكر كان يتطوره إلى إمام القزين الذي يتقرى مثلا كتبه اللوني ما مكتبه ما مكتبه ما مكتبه كتبه لحضر طبوع ويجب أن يتقرع الرموع ويستفادة من أخطاء ويستفادة من تراكم التجربة وقرأي مرة ما راحب فيها ياسم العصورية ياسم الكلام الخاصة يقرى المولدي يجب أن يجب أن تطبوع وأن تدمر السياسة وعادة دور الرئاسة المرتانية وطالب الحقوق واللناس مخطومة كاملة يسوقها على إهجمني يسوق أحراطي يسوق أخوار يسوق أعب أيضا الناس لا طالب حقوق الحيوان تمام ما بدين نعدل ذلك وعادي دور الرئاسة شكينا عنه طبوع قالوا واجعة مردك وياذا تفهم عن بنا ما نشحته العنصرية بنا مسلقلوها المولتان كامدي تمام وحملته المولوهات قال لا رجال من هالمولتاني قال لا رجال من هالمولتاني الناس كام لتعرفه مولتان ما فيه العنصرية ولا قد حد قالوا كلمة خاسرة ما قد قالوا حد كلمة وإذا لم يناظر نجري وما يناظر نجري واحد متوافقة قاعدة هالناس بالغبن انظيمة المولتانية كاملة مسلقة الدجال هم كلهم حارب الغبن بطريقة يسوى نجح فيه والله ما نجح مختال دده جاب الاسعفان وحاب الهيتالي جاب الهياكل وهم وحارب بهالغبن والطايع جاب الاممية وجاب الكتاب وجاب كلامور التعرى والرجوع اللي هذه والعبد العزيز جاب تضام وهذا جابه التآذر جابه داري هذا معناه عن هده في الدولة وهده في المخبة السياسية وتغيره ولو على خلاق برام لكن كان له دور هام جدا في هذا المجال ما عنده فيه أي دور تخلق عدلته حركة الحرب اللي عدلت جميع الأمور اللي اندارت ودستر في قضايا الحراطين والأمور اللي خرقتنا انتصارات الميضالية الخرقت ودهشة عدله مسعود له الخير هو هو النظف هو الحاور وقالوا عنه جاسوس وحاوروا دستار لهم الرط وهو اللي حاور وشرم العقودية وهو لا بقى شي ما قالوا عنه شطاق وهو البرنامج يقول هو عنه أنا جاسوس ورسلت اثنين المخابرات راعي شوف مبشرة عمودين المخابرات راعي قاعد ذاك اللي حانيني هو الجائبين بادي مدين المخابرات عنه هو صانعة المخابرات وعنه بعض عدل الشماء ومعدل بالدولة هو اللي رجع يفع هو صنعه لعبد العزيد صنعه بالأحباس وصنعه بالتمويل وصنعه بياسم الشكل اللي عرفه وقال على كاملة تخطيناه لكن ندوره ناقشه اليوم يا الله يفهم كارشو السياسي لا عاد يبقي عدل السياسة ومرتاني يفهم عرشو السياسي لا يقعد يتكلم عن مجنوعا ولا يقعد يحود عنده رقاجين ولا يقعد يمشي من هون عنده كلام وينجي الجانب يطراه الكلام وهو اللي جايب معه كارتاب يدور للشيء هذا ما يعدل بالدول ولا هم مقبول ما هم مقبول هذا جدا رئيس 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 هذا اللي عاد نفس اللي قلت لك مقبول لكن لا نقول لكم أنا ملاحظة بسيطة بالنسبة لي في ردوده خلال في ردوده على التصريحات أكد أن العبارة ربما كانت مفهمة على غير وجهها أنه كان يقصد بسبب يعني ردد فعل على قضايا حقية على وزير العادل وغير ذلك عبارات من فراسية كل حد يقد يترجم وهو ما هو غيره أنا معرفة الكاتب بإنشان من فراسية زين اللي هو ما يقدر يقولها يعني يرد لك يسيره كل سكايب ويقولون لجنوب الميت عن طبيب لي لكي نوع من فراسية هي فراسية من أزيان نوع من فراسية صح وبخمرك صحي جدي صح أفهم أنا لا أعرف الكاتب لا أعرف من قاعدة لكن شوف أنا لا أستنت لا أعرف عني صادق وحنفيني أستنت يعرف أنا عني لكي لا أعرفه لا لحوة لكن شوف الرئيس لكن الرئيس أعطيني أعطيني شوف أنا لا يدخليني فخم والمشاهدين كذلك لحوة أنتم وجهتم إتهاء مباشرا لأن الرئيس برامل داعبيدي لا يلبر برامل داعبيدي هو هزار عنده سيرسكايب يقول النظر لا أعطيني كذلك على السحاب واسمعيك الفراسية لا يقول لك أنا أعطيني صلاة أنا أقال في الأخضاء فلنقول لك من باب الفضول لكن هذا هو الرئيس من باب الفضول أعطيني من كتب هذه الكلمات لا أعطيني نقول لك في نهاية البرنامج فقدتني بها شهيد إن شاء الله يسمح بهذا الوقت نقول لك أنه يلقى جريمة في هذه الدولة من العالم يجب أن يرى فراسة لأنهم يدور جدا مثلا في الدمقراطية وامري والعالم كام اليهود يقام عليهم العالم يبان باب الحربين والله يبان الحرب العالمية الثانية يقال له عداء السامية مصطلح السك وشرم حتى ينتظر عند اليهود الحرب هو المحرقة جريمة وهذه نفي حقيقة تاريخية الجريمة نفي الحقائق التاريخية وهذه الحاكم علي المفكرة لا نريد هذا في العالم أنت جريمة وإذا كانت تجمع المكونا يمكنك تجمع الفضل يمكنك تجمع الجريمة خاصة أنك يمكنك تفهم عن الى النب العالمي ماهو كله جريمة قانوني جانتما من المعادلة هنا في بارلمان وحدها من السجل الشائل العام أعطيني أعطيني كيف هي القانونية 20 كيف هي القانونية يتكلموا عن الشريعة وتكلموا عن الفقه ويحرقوا الشيخ خرير ويحرقوا روال ويجيبوا لتفكير ويجيبوا شمال الفتاو يسمع شمال الناس هون عادتا لا يقول واحد أنا إنقاذي مدوبي ونصب راسه مفكر وجي واحد يقول أنا حقوقي والفذكر تام ويتام يتكلم عن الوقت مرة ثانية فاصلت في التخصص ويعادت الاعتبارات للشمال الدموة والمصطلحات شفت المجتمعات خاصة المجتمعات الهشة لمزالة الدولة فيها جديدة إحنا ما عدنا تراكم دولة لما دا ستين سنة يالله إلي حتى يعد السنة لك هاية تجربة الحقة تنظر عدوا سلطة أخلاقية على رصف وعليه اللي يقول وما خالق حتى تقالي يقولونك عدانا هو الله يقول لك ديبقين يا رالك ما ينخسر شي مفتوح مفتوح رائيس عامتكم نحن نتخالف الخاني نقول داكنك بالرقاش ومدالي يقولوني بالإقدام الخاصة على الأذير وننتهمه بالاتهامات الباطلية ونخل الله يقولوني لا يخرج بلاك واحدانا لا ما هو مهم مهم باعه اشت الدولة وانا دولة حوليتي لأنها قوانين نعم ترمي شوية طبعاً قوانين يتطرح لبقهم دقيقة يقولوني ما يطبق يخسر برام أنا طالب من هذا المنبر من دولة موريتانيا هو منيان ولا هو من حد دوخل عنهم يا الله يمشي مع القانون بيديهوه إنها طالبه وقع كامل وقع كامل انفاه هو براسه وقف وقال عن نظام نظام الابارتايد وكل شيء وشو بتلبي لهم لهم في الصروقية أنا نايف في البرلمان جنوب في الرياقة عاد في هنا في البرلمان لابارتايد محرم الانتخاب على السود ومحرم يسكنوا مع حد في كاراتية واحدة ومحرم ينقلوا معها بيس واحد ولين يزيل كاراتية بلين يوكلت لك حد ها إلا تبالا مع صباح مع مبالت وتقرر الملكات لك بدولها وهي كلمة ماندلا الشهيرة لين انقبال الحكم قالوا عنه ما يقبلها مولية تم وزير الداخلية هو نسو وزير الداخلية ونفقوا عليه سياسين لين فاتت خلقت وفاتت خلقت الوامشة قالوا تعرفوا ايش دي بيه بلي وزير الداخلية بنظام الابارتايد وكان كاد عن اسود يساوي طلقة اليوم عاد يعرح عن اسود حد كتر وينكتر لين يقول لكم عن المهم القانون عنه هو لا كان يطبق قانون يقال الابارتايد هو الابارتايد قانون لا تسوك على مدى ماشاة أولا محدة قول لينو قاموا لينو عدلوا القوانين قالوا لين نحتلوا عنه مهم القانون عن الشخص كنتين انتكتر حد يطلصه هو الشخص كنتين انتكتر حد يكتره بيه اللي انكتبنوا القانون مهم نعم الابارتايد نحنا ما انتم لسا هو سلحنا فيه اتحالي في صاحبي انا عاطني قرأته اسمع لا وكان راك يقولي انه لا بدل من يحوار شفت لابارتايد حد اتهم به دولة حد اتهم دولة عنها لابارتايد هذا ما يعني عود بسيط ونحن ملي كمجتمع هذا من مجتمع هذا من مجتمع الخاسر لا تكيفوا لي قانونيين حني انه شخص كنتين حلدي حني انه هاد سويتني عنه جواب الخلطة انت يالله تعود تسابك تعدى البرنامج طلعت على هو شكال انا طلعت انا اسمعت كلام انا اسمعته اتكلم عن احمد ساني المحبين اتبارك معه عجبولين دا وتكلم عن سيد محمد وعجبولين دا ولا قال عن واحد من هم فكرة ولا رد علي لقالوله هم كتبوا له وفكاء وكتبوا له شي بطريقة مطابقة وقعدوا كلهم عجبوا وقال عنه جاسوس وقال عنه صرار وقال عنه ها نفس ها طريقة نفس الطريقة هما ما قالوا انا اسمعته قالوا هما كلهم اتكلم عن توجيه للدولة عن تهمة نظام الابارتايد عن هذا ما يخدم البلغ وعنه هو ما يضع يقوله بلناي ببرلماني بل هما كانوا يحترموا وداروهم المكان اللي يضعنا ندار فيها لغير شيء نختارانا نقوله من الارد وليه اعتبرت اهدي عنه ها ولا يتماش عليهم ولا يتم تزور في المكان اللي كان فيها ولا يحترموه الموريتاني تلاوه ويهي الناس اللي تقولوا الرئيسهم بجلتوا وتعيطلوا وجيل عنها ماتات لا يتعدلها وعنه برام ما يتم بتزه الموريتاني بدايقهم بيناتهم وقول الكلام الخاص للناس ورافت قفطارة الكلام الخاص ولا يقل تحدي اسمين لعادها كانوا متعدلوا لدولة هاي الدولة اللي حالها للنظام القايا قائل هلوانا بصيفتي جزء من هذا النظام والله داعنه والله بعدان اشارط بيها دعم للنظام عنه لا بد يطابق القانون ما اندروا حد يغرموه هذا مهم وراينا قائل هون ومحمل الدولة مسؤوليتها ومحمل القضاة مسؤوليتهم ومحمل رئيس الدولة مسؤوليتهم عنه نحن لم نقبل عنه يتم يخطع لنا ونهده ونقالنا عنه شر غمى من اللصوص وعنه لننحبسه وعنه لننعدله احنا ما يقلت حد يحبس حدهم هذا الاخرى وفيد قلتوا حد يبقى يقول عنه عصوري يقول حد يبقى يقول خلونا نعدل دولة ونمشونا القدام ونقدوا رايس عطيني عطيني شوي نقال لنا البضاء بنا واحدين بقراء لا هكذا كان فب هذا خطير هذا خطير هذا خطير حان الناس يشاك عنهم شي بسير حنفي حقوقي ولا يجي لك هكذا من فلسفق هذا خطير هذا خطير وقال لك من بردنه خطير وعنه انفد صبرنا لا يصورك يسعى برا ويسعى برا أستاذ حنفي تولا لا يتردون على تصريحات تصريحات رئيس طبعا داود على خطاب رئيس برامل الداعبيدي لا يتتكلمون ورده عليه هل هناك تهمة قانونية لنائب البرلماني برا بسبب هذه التصريحات يعني انا ما صورتك عن تكييفها قانونية لكن لحد الساعة كونها جريمة لم يكن ليس مؤكدا نرى 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 بالنسبة للبرلم والداعبيدي وبنسبة تكييف اوصاب الملتاري من الدولة على ظال انه يسول عنه قانوني غير انا كصحبي وبرلم كسياسي وبرلم يعود دين الشأن العام ويعود قرار مصير البلد لخطط المستقبل الله اعلى عنه لا انه متقدوا من زاويتين واحدة قبل المياه من قصروا قدحان برام وعنده تاريخ النضاء وعطينا قدر من الزمن الناضر ومشتركنا لجدد العبيد في المرحلة المعين السويس اسقاب ونعرف على انه كان راجل حيا ومجريفي وغير خالق نقال السيمات البارزة الشخصية هي التي تخولها كانت تتوكل لها مهمة إدارة لشأن البلاد ومترا كانوا السيمات القيادية بنا لأنه لديك نواصلات في شعب اللقائي لكن في النهاية الرئيس زميد حنفي أنتما ترون أن بلعام الذي حصل على أزيد من 20% من أصوات الشعب الموريتاني هذا يعني هذا 20% وهو موقع معارضة هل من هذه 20% يحترموها لأنها رأت فيه شخصا قياديا؟ حسنا نرى نرى الحصول على أصوات الناخبين ما هو الطرورة معناها على السيمات قيادية ما هو الطرورة أنت في صف المعارضة في صف المعارضة في صف المعارضة في صف المعارضة تماما وفي مواجهة المعارضة أيضا لا تمثل المعارضة الراديكالية بمفهومها المعروف حقوقي تحول إلى السياسة حصل على 8% ثم 20% هذا التطور يحترموه على الأقل هذا التطور يزد من 20% من المواطن الموليتاني؟ نرى نرى من العدولة يتكلمون مهارا عن درام كمتخب ومرشح للرئاسيات الله إله إلهي الخرصه قدامنا منتخب ما عنده من البرارج ما هو على أنه يطالب حقوق المستعبتين حتى المستعبتين حتى المستعبتين في حادة المجموعة لا يقدمهم البديل لا يقدمهم التعليم الصالح لا يقدمهم دقوة الخبز لا يقدمهم مشروع اقتصادي لا يقدم أبدا يتكلم عن اقتصاد موليتاني بالنقض يقدم بديل هذا من الناحية لا يقدم درام لا يقدم أي تجديد في تسيير الشئة العام درام كان كاتب ضبط وعاقبها لا يقدم عاد عنده أي منصب اخر يقدم مارس سياسة فترة معينة كانوا من الحزب الجمهوري افتحها قسم محمل ومية قد مرحلة معينة خرج مع الدعاء عادة حملة زين وزينان مرحلة معينة عادة يخلص من البرنة المبهان لا يقدم أي شيء هذا النقاط يكتسب منه تجريبا معناها أنه حقوقي وكان المسلم يقتصر على دوره كحقوقي يتمينا يجمع حقوقه كبواطني وكبشع ما بعد ذلك خدمة ما بعد البيع لكن يتعلق بصيانه ويتعلق تحقيق الرفاء المادي وذلك هو مهم ما كانت تجاربه ولا عنده تجربة ليكية لا يشوفه عند العديد من الأشخاص الذين يمارسون السياسة لا يمارسون أي نوع من تجربة قاملة من ناحية حقوقية أو من ناحية قانونية وغيريت انا لا أحترم بالنمائج مع Messiah عن هذا النموذج خطأ لان تم نموذج فإن أن تنبع هذا النموذج خطأ لان نموذج فإن تنبع عليه ن初 Tro deeper فعطال الدموور сторон Di academe كما تخاف مثل HE كانت بيئة فيها فقط تقول لي الفقر الموعدة الديمقراطية بهذه الدولة فقيرة وتحقت فيها الديمقراطية مثلا نقول له أهالي المواصلات تنطبق على البيانات تقول لي فقوة ما نقول مرشح لكل نيزان هذا ما هو قوة هو القانون يخوّل تلال الفقر يخوّل له واحد بخلوق ويقع عبد المستشيالين ويأكله خلالك يخوّل برايط الدنيا ويقع عبد المؤمن يظل على الظرف المضمر للرهان يقولون العربية وهو حول الخيء يحرر في اهمي يقع عدد قصبة مرشح أن يأكل مرض المضمر للرهان وليس منه مجال التقام السياسي ويقع عدد الحقوقي الانثبات جداعه لا يقول لنا ويجعل حقوقي ناجم فيها سياسي ناجم. أكس من الأمر بخير، ويجعل حقوقي ناجم فيها السياسي ناجم. وبالتالي، هذا يجب أن يفعل الاتفاب الاتفاب الإتفاقي لا يحفظ الإتفاق لا يكون دور سياسي. دور السياسي يجب أن يفعل صحة ويطلب تعليم ويجعله لا يدفع ويجعل حقوقي ناجم فيها ويجعل حقوقي ناجم فيها لا، حاولة، لكن شوف الناجية الثانية، أنا فهم رواية أخرى من أحيان الثانية، قضية المولدي المشاكسة لطبع منطباح برا المشاكسة الملاهي يدد على أنه طيق الأفق طيق الباق ويدد على أن المولدي يريد أن لا يسمع ويجعله أحيانا تابعت هذه الفوكالات وهذا الحوار والنقاش بين جميل نصور والمحام والمحبين الله يعلم بما عندهم ما قالوا شي قادح عندهم قدموا آراء وأفكار وردو نقبل أن نعودوا معها ونقبل أن نعودوا ضدها يقول هذا ليس يقابل بالتشمي لا يقابل بالتشمي ولا يقابل بالخيم الخاصة أنا قابل لك كل محبين، أنا قابل لك أن أفعل لك جاسور، هذا تعرف. أنت من يعود لديك علاقة صفاء مع شخص معينة، وأعتم لك على شهر المسرار وأن تقولها؟ لأنك لا تتعود لتعود شخصية عامة، لأنك لا تتعود لتتغرال عليك مع رئيسك. أهل بدل المهوف، لكن هذا أخوي، نعم، أستاذ حنبي، أستاذ حنبي. قلت أن أحكي ملك، وقال لي أن أصبح أنت سعود للقاء؟ نعم، أستاذ حنبي أن أعطيكم لحظة، أعطينا لحظة، أعطينا لحظة، أعطينا لحظة. طبعاً، نحن برامة، برامة ليس موجودة معنا الآن. بالنسبة لهذه الاتهامات التي وجهتهم إليه الآن، لا يمكن أن نأخذها من باب أنها نوع من صراحة، وتصريحات ردود، يعني قلتم أن برامة يود فقط أن يسمع ما يحلو له هو، لكن في النهاية، هو قاع لا يقبل أن يرفض آخرون تلك التصريحات، لا يقبلها، لأنه يرى أنه فقط من باب أنه شخص حقوقي يرى أن هناك مكونات من المجتمع الموريتاني، تعاني من الغبط، تعاني من التهميش، وفي النهاية، طبعاً أشخاص من مكونات أخرى موجودين مع رئيس بناماء، وفي حركة إيرا، موجودين أشخاص آخرين مكونات أخرى من المجتمع الموريتاني، يحملوا نفس المكر، ترى الأخ الكريم، ترى برامة قطعاً عنده قدر إيجابيات، وفي النهاية، ترى أنه يقبل حاليس على أنه يعود على المستوى، يالله، تريد أن تقوله لا، عيوب، وليس تريد أن تقوله شكر، وفي النهاية، نحن يقول أنه ياسر، أنه يقول أنه يشكرون في الصحة، يالله، نحن نعرض على أن ننبهه على أخطاء، وأنه يتحدثون على الأقل، في الموضع الذي نتمنى أن يعوده، وفي النهاية، نحن نتمنى أن نعطل النصف البانغ من كأسف، ما هو النصف الممتبئ، وهذا هو دورنا، وفي النهاية، يقول أنه يسمع كلامة، لا يسمع كلامة، وفي النهاية، ويجب أن يركز على أن نجد الله عن برامة قطعاً، يجاوزها، وفي النهاية، وفي النهاية، في النهاية، فيه قدر من متلاكسها، وفي العديد سارية، ومن المثال، ميلادس ويجب أن يشابها، لا يجب أن يتفهم جداً على الناس، والاتصار تفهم ربما أن يكون هناك. نعم، لا يمكن أن يواجه ربما أن يكون هناك. وفي النهاية، الثقés بين دراسل ومسعود، وشهران ومسعود هو ليس عندما نحن أن نظره على أن نظر النهاية، كن نظر النهاية، بدنا تتكلم عن نظر التخليم الإضافة، يدعون برامح السبياس من الزهوء لأنه عنه ذيقة المستعبدي ومسعود كانت عنه ذيقة المستعبدي يدعون المسعود ليس برياسر من جوائز والسبب هو أن الأسلوب التي يتعامل بها عبد العزيز مع إيرام يحبسه ويعطيه ذلك سمعة بالخارج يدعون لسبب أن المسعود كان أوروبي وكان الله عن أحلاقين وكان أول حدث حالف مع التحالف وخطوات بشعرها برام أرغم برام يدعون عن حراطين من أصول إفريقية ودنية وعنهما بحروب تمسل بهم ويحتاج بهم كثير من السودان ويكونوا كامل هذا هو السبب ويحسن أنه مات على مستوى الخارج كامل هذا هو بداية العدد التنازل نحن لدينا نقصه لدينا نقصه هون ملاحظة بسيطة رفضوا نحن لدينا نقصه لا بداية بخطابه نعم ويبدأ علاقة بنامه عن طبيعات عرب بها عكس تحالف واضح إنه قراغماتي وإنه الهدف منه ما هو البحث عن الحرية الإحراطية عن هدف منه مكاسب سياسية ومحاولة معادلة الكذبة يقول ابنان خطابه هذا قال بالحرب قال عندما تجنبون أمم وأنتم أيضا وتريدونه من أسلافكم ويتهددكم نقله إلى عقبكم فإن أقاومته ليست خيارة هذا يقول فتحت عيني على الحصيلة العنيفة من دونيتي الناتجة كما يكون حاليا عن دون مشرق الداكل وعن أصول أذنية لأسلامهم وعن أجيئة الداهية البحثة ويأجب أن يتحدث عن صورة روائية عن هروقه وعن الإيماء يقتصدنا وعن الشاشة الماركة وعن أجيئة الآجلة وهذه هي أجيئة وفي نفس الوقت في مقابلة سابقة عدنا مع القناة الوطنية برنامج إلى أسواق مع الصحابة والسلام الداهي وعن قال عن وكانوا أنا أجيئة وأعرضهم عين أن تعود المشكلة العديد للإيماء وأحالتهم وعن أجيئة أحالتهم لأجيئة لأجيئة وفي نفس الوقت معنى أن البيئة بيئة ليست أجيئة ليست أجيئة سياسة ولا هو صالح لتدبير شيئاً لها نعم هذا أنتما رئيس أو أستاذ طبعاً حنفي أنا أعقد أن نرجع لكم لكن فيما نختاركم توضحها لي أكثر يعني قلتم بأن بيرامة داعبيدي حقوقي ناجح وسياسي فاشر هذه لا ترون أنه من خلال ما تحدثتم عنه خلال طبعاً هذه المداخلة التي قمت بها ذكرتم بأن بيرامة كان يبحث عن مصالح سياسية من خلال التحالف مع حزب الصوات وهو في النهاية ما زال يحمل نفس الصوت تحت قبة البرلمان ومكتبه مكتبه كان يبرلماني ما زال يفاتح الباب للحقوقيين والحركة تماماً حركة إيران ماذا؟ أنا ظاهر لي رواية أنا ظاهر لي عن بيرامة عنه فعلاً حقوقي ناجح هذا حد فكره يعود مكابرة وفعلاً عنه حقق أنا عجز الأخ داود ظاهر لي عن بيرامة لأنه أعطى دفع للقضية الحقوقية لأنه من الناحية السياسية أنه قاسب المجال السياسي سابق يتقل وسابق لن تنضج تجربة الحقوقية والتي يتفرق على إدريك لكن تجربة الحقوقية تجربة الحقوقية تجربة الحقوقية ورجاء السياسة من أجل رفع صوت من يحمل رسالتهم كحقوقي من خلال قبل البرلمان هذا ربما هو ما أدى به لدخول باب السياسة ومحرك السياسة ما نعرض هي كان قبة البرلمانة هي أفضل كانت مجال بيرامة صوته كان جابر عن طريق قدر من المبتديات العالمية وقدر من المهرجانات ومؤتمرات الصحوبية التي عادتها بشكل يومي وكان صوته مسموع حدث خزبين عن البرلمانة التي تتعدل به كفة قانون معين هذا المهن العربية كانت مقصد حتى إضافة للموليتاني مشكلة تقع ما هي القوانين المتعلقة بتجريم العبودية وبتجريم العصورية القوانين موجودة وإذا عكس الأبرتايت الأبرتايت قانون مشحيب وظالم موليتاني القوانين ما خاص عليها شيء وقبط قادي ببكر المسعود لك ساعة عقب المتديات التي خلقت لك ساعة البتراني انتقالية هذا هو أكثر شيء قد يطنحوني وليس لم يكن مشكلة لأنهم يحقوه في البتر الزمنية الوجيزة وعلى كل حال هذه القوانين خاصة لا تنضخ بها الروح الجسد موجود الجسد القانوني موجود ومقدم قطعاً قضية إحراقين وشواطب هذه خاصة تنضخ بها الروح بالنسبة لكي نشرع أكثر قضية فيشل بيرامك السياسي أنا واحد الذي علم بيرامك لأنه لا هي فيشلقة أكثر سياسية والنجاح السياسي لا تنقال على أنك مدلاً عند خطاب عاطفي يتغدغ مشاعل بسطة وعن كي يقال واحد عن برويز مشرب على أنه ما قطع صناع التاريخ يقال عن الأمور تمت الدور من حوله ينشفر نفسه في قلبها حتى بيرام الأمور السياسية تمت الدور حوله بسبب الخطاب العاطفي الذي ينشف رأسه في قلبها وعاد إسامهم رغم أن مؤهلاته ما تعطيه لها تقضي على جرؤة الكاريزما الذي عنده ما عنده أي مؤهل أوخر يسمح له أن يعود سياسي ما بهم أي مؤهل قطعا عنده كاريزما قطعا كلام بالحسانية الزونية التقليدية وقطعا ثم وراءات وخطاب ومؤهلات من سياسي نجد أستاذ حانفي تمكن من أن يوصل الرسالة بلغة لغته قد يوصل بها رسالته قد ينقل بها الصورة قد يوصل رسالة الهيئة التي هي حركة إيرا والأهداف التي نشأت عليها تمكن من إيصال هذه الرسالة من كسب ودر كثير من المواضيع كما أشرت أنه لا يمتلك المؤهلات وفي النهاية ربما هذا اتهامكم له في المقابل وتمكن من الوصول وتمكن من إيصال الرسالة بمؤهلاته التي يمتلك ماذا؟ حاولونا نرشع إلى الرئيس لا أخطعكم حاولونا نرشع إلى الرئيس حسنا أعطيكم طبعا رادي قد ترد أن نرشع إلى الرئيس بالنسبة لأنه أحاول أن يوصل إلى الرئيس هو استغل خطابه الحقوقي في السياسة خطابه الحقوقي بمصارحه السياسي ومصارحه لا يمكن أن نحتاج إلى حلقتين مصارحه يمكن أن تصبح مصارحه السياسي من خطابه الحقوقي وعادل ومن خطابه من تشنيج ومصارحه والحكمة ويستغلون مقارب سياسي ويُعلن خطابات دائماً ديماغوجية ويُدخلون عواقف الناس ويُدخلون مرة أولاً ويُدخلون مزود ويُدخلون مزود ويُدخلون مرة أولاً ويُدخلون مستعدين ويُدخلون صادق بأن الحياة أردنا من التلحلة المأجرة ويجب من負ل مجتمع ويُدخلون مجموعة ويُدخلون مما الشيء يُدخلون مراقبة ويُدخلون فيها ويُدخلون مناسب من الوحيد بعد عنده وثلاث كباراتية يشتغلونه هلا شوفوا شوفوا الرئيس هل ينشوفوا نشوفوا المساطاء والمغلوبين لأمرهم لا يعرفوا عن هذا الراجل إلا خذ بي أستاذ حنفي لا تقني الوظاف أستاذ حنفي أستاذ حنفي أستاذ حنفي فهمنا لا ينقاط عكم شوي لنرجعكم إن شاء الله نتكلم عن هذه النقاط فيها مجموعة من النقاط تحتاج لتوضيح أكثر بالنسبة لنا كمشاهد رئيس دهود هل لا ترون أن بنامد داعبيدي يتعرض للهجوم دون وجود أي دعم يعني بقية المعارضين والمناوئين لبنامد داعبيدي كرجل سياسة ربما الذين كانوا يرفضونه كحقوقي ما زالوا يرفضونه كرشل سياسة شو؟ هذا نقول لك شي لا نعود الصراحة معك فيه أنا أتقال زين عندي كان نقول حنفي زين عندي مستحاب بيرام عنه بأن يبقى رب يجعل الله ما جعل بأسهم بينهم شديد بيدي حنفيها من الناس اللي ساهمت في صناعة بيرام وأنا عيدت أنا هو الناقش والناس اللي ساهمت فيها حتى جماعة كاملة أنا صحابي فنعرفوا أنا هو اللي عرفوا على ياسر منذ شต لكن هذه السياسة لا يوجد عشي مقنق السياسي تتلخصه مثالا عند البيضاء يقول لك عن كل ديقة في ساعة دراجي أولا إن تخلق الأحداث هي اللي سوفه السياسيين والسياسيين الذين يصنعوا الأحداث أقلع برام حققت الصناع أحدث برام جبار نضالات حقوقية كانت خارقة قدامهم عدلت الجماعة إنقالها الحر مجموعة من البيضاء ولا أطقالوا عنهم زنوجل، ولا أطقالوا عنهم منزين بوابو ولا أطقالوا عن شي لقد قدوا لحقوقهم في هذه المحطومة كانت مرحلة معينة من مراحل البداوة المرتانية والجهل والتخلف كانت في هذه العبودية بعض نحن هوا سلافنا، كانوا معبدين سلاف هوا الناس وكانوا كل شيء معدلين في هذه العبودية لا تختفع وكأهل طبيعي يقدر تخلق في العالم كامل يغلنا نحن هوا ما عبدنا حتى وجينا نحاول أن نعدل دورة تسوي فيها الناس كامل يالله الناس تساعة أخلاقها عن مخلفات الرق ما تزول بالعجلة لا يجب أن يسواه بالعجلة يسواه لا بالنضالات وبالدولة نعم هذي رئيسنا نقاطع رئيسنا نقاطع رئيسنا نقاطع رئيسنا نقاطع وصلنا للنقطة خلونا نقوم برام لانتكلموا عن الدولة من خلال القواليل التي سنتها لديها محاكم من مكافحة الرق معناها اعتراف ضمني من الحكم للدولة لأن الليق مازال موجود هذا اعتراف للدولة شوف هذا هو بل القلق وقدروا لك لو أعدل قانون للشي والقانون فيه الاحتمالات ياسرة الرق كان خالق بعد بما عن هناك حركات حقوقية عادت لتكذب وتقول عن خالق الرق وتقول عن خالق كذا وتقول عن خالق كذا وعدلوا بعض المحاكم والرق ما مدافع عنه حد الرق محرم قانون يتفهم عن الدرق محرم وهنا الناس الدرق والدق ديق البواتيق محرم وهنا الناس الدق ديق البواتيق كما تكرد الناس عن تمارس الرق انت عليك لا تقول عنه وتطبق عليه القانون يقرم مري القانون معي الله إذا نعدل حسب رجل ووجدة حالات أسمع الحالات اللي انجبرت خلينا نعود صريح معه شو هو راه هو لك الرق ما هو معناه أن العاد مات لخالق أنا مثلا خالقين الرقاء سابقين كانوا عندي ما هو معناه أن العاد الرقم وخالي نقطع بهم علاقتين نهاية إذا جاني حد منه وشتقل معي وتخلصوا والله جاني حد منه أنا حسن عليه لأي تقطع بيني معاها كمبتة معلمة خالقة ما حكمت الرقم وهو رقاج راعي هقاعي نأكد لك أنا عن اليوم لاوه موريتاني لاوه بليد أخرى من العالم ما خالق حد اليوم يقدعود مشقل حد فارسي بهذا المات صح ما قابل هالمجتمع ولا القوانين ولا بوليس وليه التلفزيات تقعها من السهولية ورضات تيليتين تتلقى خالق اسمع ما فيه مناطق فيه مناطق حاني نقول له لأك عندي أنا هالولاد عم محبتهم تعالت شنو العبودية الاقتصادية أنا أنت تتشتقال معايا اليوم في شريكتي ونعود ندوي لك تركتر ونعود نخلصها ونعود نعدي لك شي صالح لأنني أجيط لك بوقت الدور تجيني يلا تفهم عني أنت عود أنت قريبي وبدأت نقع أخوك وأنا مصجر عليك ونعطيك الفضاء وندويه إذا قلت السنة اللي يتوجيه ظهر لك عنك أنت هو اللي يتسلخ والله أنا أنت هو اللي يتقطر والله أنا حمال أنه بباتنا أخوك أنا ظهر لك عني أنا هو النذق فيك الروح وأنا هو اللي تستقلب عني وأنا هو اللي نعاونك لأنني مش شرب ليدا لكنه لا يلعب دور أنا لعب دور البطرون وأنت لا يلعب دور الذقير وطوم أو دور العبد والسجل لا 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 هذا يلا تفهم الناس ما هو معناها أنك هذه النقطة اللي نطلق حني ما يلا تسكن لك لحد قطو مارسة لك العبودية معناها أنت مرة كان يلا نقوم ونزقرت لك ونحجر بلك أبدأ أنا أنت مواطن موريتاني بالنسبة لي ما هي قادي دي أبوه لحد قطو مارسة لك العبودية أبوها قطو مارسة لك قيسو نتقوم ونقبروه لك أنا بعد ما قطو مارسة لك والدولة ما قطو مارسة لك يوم استقلالها كتبت مواطن موريتاني ونحن مكومينة وحدة وبين شو ما خارك حدك حل من حانة في هذا واللوم ما هو أساس الشي ولا فيه مجتمع متخالق وفيه شي نقال له الطفقية أجل يوم حرطاني قاري والله متقدم اقتصاديا اللاسي يالي يوم بيضاع واجي بيضاني فقير وشاهل ما هو ليس سوى مع الناس القارية والناس اللي فقيرة هذا هو اللي ندار في الإطار ويالله النخبة واللي يجبار من الأسوال تعرشنهم دعام ميجي الناس اللي عواطس هلين دونك مان هنديس اللي ليس لأنه عدد عادم عامل النخبة عادم عابراهم ولي بلاد نشهد لك أنه ما لنخبة وعنصر من بيرابرا هو لك شو نخبة مش عنه عادم عايز ساعدوا لي ما لنخبة مش عنه ما قطل عادم عايز حد نخبة هذه اللحظة رئيس عطيني دقيقة تعراموين عطيني ملاحظة هذا اللقاط هو بنام بنام كحقوقي يناضل عن الفقراء عن المهندسين عطيني لحظة عطيني لحظة يناضل هو يقف بدون أي خوف بدون أي حقت مباشرة بشكل مباشر يقف وينقل الرسال يسمى هاي اللقام السنة رصفه وقال أنا معبد اللي هو مشات وحدها وجات الكوميسارية لا يجمشوا يا حكموري معبدها ما عينها يبيرا وينجينا نمشي معه وينجيك أنت نمشي معه أراعني أنا من هذا المنبر قيل أي حد يجيب لي حالة استعبادية حد معبد حد إليه ما نمشي معه ونخلص المحامين ونمشي معه لن يحب الساكلة لقاء هذا نوصل فيه نقطة مهمة من اللي وفيه أشخاص تمارس عليهم حتى تقع العبودية بشكل هم لا يفهمون لا يفهمون حد لا يفهم العبودية لأخي لا تمارس علي هو العقد وقع ما كان السيد؟ هذا نقاش فلسفي عريق شو؟ هذا حد وحد لا بد يلود للوليات يا كعول بيلي انت يا الله تفهم عني أنا تقول عندي يونجي ولا بد لي نرشم الفضل شعور جينيف وشعور كل بليده لا بد لي متعود العبودية خالقة والله ما أنا قبل الله كالهون من حتى كان معبد وقمسوه في الجنة وكله نعطوه فيكس ما تم برام يقول عن العبودية خالقة بيلي هو العبودية مصيّر بيه انت يا الله تفهم عن هون وشين الناس لا هو وحده وفيهم بلان وفيهم الشرف وفيهم النصارة وفيهم الكوار وحتى جمعيات النصارة اللي تعامل معهم فيهم وحدهم صاجرهم من يخلصوا منه هذا أمتي هذا شين قال له هذا مهم هذا قطاع يشتقل فيه اشي من الخلق يشتقل فيه اشتقل فيه اشتقل فيه اشي من خلق وخارقه حقوق الإنسان حقيقية لك أو حنيني أولا نحنا لا نقبل لكيس نقطة مهمة رئيس بايس حنيني حقوق الإنسان حنينى قل حدما لا عرفنا شنو حقوق الإنسان فرقنا بين القثة والثم personalities وأعرفنا بين الناس دي حقوقية حقيقية ل Drive Manly Trading لك من يحده مجتمホay وهو ما يتعشن، ويمشي ويقيب شور الخريج شورك البليده ويجيب شور الفضاء يبني منه دارا يفتح منه بوتيك أنت لين تقود أن تتمرسك ما عليك تفالاتي، ما تقود أن يتصدق على الخلق لا 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 يجيك لو حتى تحقوق الإنسان أنت لين تقود أن تتمرسك ما عليك بعد قاعد تقبل، تقدر برنامج الحقوق الإنسان منهم ومور التنسام وتقيس الناس بعد قاعد لا تقضي للناس حقوقها، لا أعطيك قوة برام، لا أعطيك مثال، شو خليني من الروايات التي تعدل بهم السياسة قولي كان قط شفتو، قولي كان قط شفتو، قولي كان قط شفتو، ما الرقع ما خارق العبودية وما لو عيطي هون زمن ما أتكلم، قولي هو أحرفي، قولي هاي الزمن كان قط شفتو يقبضوا عايز طلنا نحن هادو، وقولنا وهولا أنا ندوركم تقلسوا معي واحدين والكبة، في أشي من الأحراطين جاهلين لفتحولهم كلاس ولي كان قط شفتو، قولوا هاي لها ندوروا واحدين نواعهم اجتماعيا، نختيركم، وهؤلاء تشوفو هون رجال أعمال سقجرين عندهم أطواب، أحراطين، ندوروا للنويقط، وعباس، ورجال الأعمال ضالبونوك، يعدلوا منهم تكتو، ويسلبونهم شو من الفضاء، حنيني، يسلبونهم شو من الفضاء، ياكي يتقدموا في القطاع، يمشون من طبقة تحتاني، شور طبقة الوسطى، حنيني برام؟ أحرير، هل هي مسؤوليات الدولة؟ يمسونا الدولة؟ انا استعلموا لك، لماذا حقوق نساء، اتعلموا لك؟ تنسية الدولة؟ انا عدد دائما واحد، الذي في الجانب السربي، يرضا نضع خمس دقائق للجانب الإيجابي، نشوف بعض ما يمش معي فيه، مثل ما يمش معي فيه، مرحب نقول لك عن تجارة، قول لي كان صامتان أخبرتِ أن انا كلم بسيطة أنا حضرت مؤتمر صحفيلي لرئيس برناموال ella عبادي أذناء هذه على خطاب رئيس الجمهورية سيد محمد الشيطان غاسماني في ذكر لا 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 الهلاحة هذه هي النقطة لا تلثان عني بيلرها عنده برنام جوخة عنده برنام جوخة وانه بلعب هاربين يبتز الناس ترخصو إيراء ويرخصو ألي ما نحن كاملين معنى ضد ترخص إيراء سؤالي نترخل ليه يرى مرخصة ولا مرخصة لا سيانة ولا نضد يرخص الحزب قال فهو يمارس الافتزاز السياسي على مجموعة خانعة نقول لها كان عنها خانعة نحن دلنا نبطح نقول لها مان يقبلون يا اخي يتفضل يقبل حزب حزب يعطوه حزب ما هي حزب هو اليوم اللي يتبارك به برنامج اخر دوره تعقوا تشوفوه هو حزب مانا يولد من الحزب الحزب سياني خليني من القضية الحزب بيعوا بالماضي وجايتوا فيما الدخرة لاي تتلاحق معاه فيه ولا يهزوا استقرار موريتاني ولا يروقوا اش من الامور هذه المات خاطئة حزب؟ اتهامات بعض قلت هانا مسؤولة على الواقيت نكتب هادا هادا قلتوا هانا ياول حنفي عاطيه لك سبق صحفي اشتانى اللي خالف؟ هذا اللي خالف ما هو صالح موريتاني حد شاكر عنه مصلحة موريتاني ما هو مصلحة موريتاني ولا هو مقبول يالا الدولة تقوى في مسؤولياتها ما يجدوا حزب لا يتضر لنا يتهم دولة يخلصهم بالإحمالها بالنعمة السورية من هذا الطرق هادو يتهم جزء من المجتمع لا هو مقبول لا هو مقبول رخصوا له حزب بعض رخصوا له حزبه ورخصوا له حركتورا ومن يكونوا تعدد موجب قانوني اللي سحب ترخيص منه ترخيص لا ثماني أنا بعد ما عندي مالع أنا ترخص بل العكس في الطالب يلعب ترخيصها أنا في الطالب ترخيصها قلوه يالله ترخص ويالله هو تحمر الحصاني ينقرع من المالبان على الوقت يالله يحاسب يالله يحاسب وليه رجعو تكييف القانوني ما فيه تكييف القانوني يا أخي أنا اللي نقول شي ضد القانون يا أخي انتهي قدت وقعد خالي قدت أنا الخيالة العظماء تنقلل حد يستقل ضد بلده مهملون؟ هاي شوف نحنا هاي الخيالة العظماء لدي محيّNa كم تصحبه ونختاره يقولي لا لحكم مشاهد مشاهد مره تالي مره تالي يقتصبر secrets في النه未 spreading um نحن نحن هذه نحن اسيامه �مياته نحن هذا عصاده نحن البقible عصادة نحن مكونه من مجتمع تسمى الأحوال وتسمى الجيش ضباطه عصابه متحكيمه عنه متبركه عن الناس العدل الشخص هذا اي حد يصنت لي يسوى مكوين انتو شنين يعرى عنه موحب خارق شيء قاله من قبل خارق منه يشوفه الناس كاملة بالناس كاملة والدولة متبركة مع حالة تقضع ليه لكن عندها من المكانيات تم استوى عندها وهنا نحن كاملين نحن كاملين نحن كاملين داعمين ونحن لقلوبية لا يقصد بلا القدوم نحن كاملين وقوده رئيس الجمهورية ونور يتكلم عنه وتكلم عن القبل سيحنا بيه داعم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سيحنا بيه سيحنا بيه شوفوا انا الله رادي رواية قال داود على انه فيه ياسر من مجانبة الحقيقة حد قال عن موليتاني على ما فيها عبودية الله اللي يعلمه على انه ما هو محق تريد تعود ما ذات من المستوى اللي كانت فيه يغير العبودية الخارقة وموجودة جميع شرايح موليتاني وجميع جهاته بيه يمتل في الكوار ما هو يتكلم عنها بيه يعطوه الميديات ويجيبوهن الحقوق نسا ما غالب؟ يغير 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 هاي العبودية وانا ما هم مواطنين بيدهم ما هم مواطنين يلا هدي بابا عنهم هاي العبودية كشفها موسع بذن استعباد روحي امتمنى كامل عنك انت المعبد بالنسبة لك هاي العبودية شرعية ومنين تتحاول انك تتملص بالربق السيد تعود آبق وتعود كي المرء الناشس تبيته هي غضبين من الله وتعود حاسنته بالذنب هذا هو ديمنا ياسم الخرق على انه يبلغ عن استعباده الاسية زيادة على ذلك عن ذنب العبودية الاقتصادية لكن الاستعمار كان يجينا على الهر الدبابة عاد يجينا استعمار ذقافي وعاد يجينا في تجليات تماظرات اخرى حتى ممالي العبودية المريتانية عاد خالية بشكال ذانية معناها لا يجد حد يقول عن مريتانية عنها ما فيها العبودية ولا يجد حد يقول الممالي عن هذا التسري اللي هو عبر عنه بيران بالاقتصاد عنه ما كان خالق وانه ما زالت خالق يجعود بنسبة اقل لغير خالق وقالقين رجالة وهذا ياسر قعد مشيخة الصوفية عن واحد منهم يتبال مرة ويعتبر عن الهجانيته وانته وعند ملكة إيمانكم هذا خالق داود لا يتعود قابلته لا يتعود لا يتعود لا يتعود خلق نوع من القبول الشكل وشكل القبول لا يتعود لا يتعود لا يتعود لا يتعود سمع أي ثاني يتعود عندك تويشيين ترابي بك وتعتبر انك عربي وتعتبر انك شيخة وشيخ والدة انك شيخ صوفي وانك بركتك وتعود انت هامك انك تقبلها وتعدلها زوجة وتعدلها جارية وتعود يا رقم خمسة بكليد الحرافة ربعا والله الآن إلهي تعود عقلها والجو الرابع فيه يعود يدفع حال انها تقبلها تعود تقبل ذالي الله تطلب منها نعم 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 نوع من السيادة والاتحاق السيدة اللي بتلقي مصطح بالحرايط و Riv. ي permanente من ملك الساحقة وهنا ما تعرف نعم هذا خالق هذا الى الأنقار لاblade لا Save قيه لا يوجد بيئة بيئات مختلفة لا يوجد بيئات مختلفة نعم أستاذ حنبي أستاذ حنبي تتجدد جميع تجلياتها أستاذ حنبي قطعا عن ذنب الانصرية ومن هذا المنبى يوجد سيدة رئيس محمد الغزواني وعنده رئيس جديد وعنده برنان جديد وعنده قدم النمط لأنه لم يعد موليتاري هاموا فيها العادية وهموا على أن الناس تتعاطي العادية وعنده تحرف بزيك الرحمة لأنه قابلتهم من يطر حالة مع هذا الحيب وغلل اجتماعات هذه المحلات التي أشعر بنا وعنده وعنده يجب أن نعطيكم قبل الختام رئيس داود يعني بنامى وغيره من الحركات والمنظمات الحقوقية في موريتانيا لا ترون أن يجب أن يكون هناك نوع من التنظيم لهذه الحركات وهذه المنظمات والهياة الحقوقية وتعاون ما بينها هي والدولة من أجل الخروج من عنق الزجاجة وهذه النقاط التي ما زالت تأخذها على النظام الحالي في مجال الحقوقي تماما هي الدولة حول اختصار دولة لاعب الضارة في مجال الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هيئتها بقال الدولة اسمع اسمع وتموّلها نزانية الدولة اسمع معنى عنها ما ينتهرب من الحقوق الإنسان لكن هي الهيئة اللي انت عدت تهاجم واللهات حقوقية اسمع لا لا ما تهاجموا وما هاجمت من قلق الأفطن هي الهيئة انت لكن انت عدت بوليدها واحد منهم الشيوعوار والجيرانة ما تقدر تقول هؤلاء ديانة تووس واللي عدت لا يتجو تارى انه وأعدت جري معن vegan Sug Min Guldم ابتحال انت هيئ الهيئة هيت حقوق الإنسان ما لا تحدت الهيئة اللي يقول دعم الباطئل علين يقول حد حقوقيا امل دعم كل شيء آجاني هي الأمور المصداقة أنا أرى أن هذه هي حتى هي ترى هذا يعدل بعد بالنقاشات ويعدل بطريقة متكيسة يلا تفهم عدس التبعريض التنقاج ما يعدل الدول ولا يقبال الحقوق ولا قط تقبالهم في العالم يلا تفهم الحقوق تنقبال به الشيء قال له النضاء السلمي الفكري الإقناع لا هو العيد ولا هو الكلام الخاسر يقول ليك ما هو في صالح حد يلا تفهمه نعم ولا هو يا الله عود خالي نحن كل اقتصاد دولة جديدة يلا الله الناس تفهمهم ومجتمع بدوي مزال أكثر من نصنا ما فات جاء على الدسرة وذاللي في الدسرة نصه ما فات قرأ ونصه ما هو عايش مجتمع بدولة من أفقار منطقة نبعالة والله لين تقارن مع جوارنا وتقارن مع المراحل اللي قطع الدول سابقنا اللي سابقتنا بهذه التلاف سنة لا تلحقنا لباس بنا ونعرف عن يامس موكي في اليوم لين تفهم الوطنية يلا نتعاونوا كامل ونزولوا مشاكل عندنا لنحنا شخصناهم نحنا قلنا عن أكبر مشكلة عامل من هذا البلد هو الغبل ومخلفات الاسترقاء هذا سمع هذا هو جيد حنين هذا ترهب بالناس كامل رئيس 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 لديها دقيقة جالي تقطني الدقيقة نوفي والله شوف العصرية هون ما هي خالقية بيدي يشوف أنا هاد ها ملك راشالي ترشع ما يزرق لي حد ولعادة أكبر من قده ما هي البلان ما يزرق لي ده همان معصرية أوه وشوف فيرام ما زرقوني الحراطي زرقوني البلان اشتايا أنا أعرف ياسر من البلان ياسر من البلان زرق البلان ثم لا بهم للإحساس ما أخرى البلان مكونة واحدة شي من الناس مكونة واحدة بينها فروق اجتماعية واقتصادية يعني عدوا يسعاوه كاملة في تضييق هاي اللي هو يجاك القديم في الوطن فتعر عليك لأن الوطن في صالح الناس كاملة وأكثر مده في صالح الوطن هو المهم شيء والناس اللي فاتت عنات ولا فاتت جبرة القرعة كبيرة من الدولة هي اللي في صالحها عن الوطن ما يخصد وهي في صالحها عنها تتقدم صبر عليها دقيقة اليوم اليوم الناس اليوم الناس عندها أمل هذا نوام جديد هذا نوام جديد وجوع أعطى أمل في أخبارها القبول ويجعلوا أخبار التاميش يتكلم عنه رئيس بكل صراح وقالوا يا الله هل نعدلهم نحنا كاملين يا الله نعاونه الأول مننا براع نعاونه ونوقفه عليها اللي قال نوقفه عليها اللي قال نهي يا الله براع وهي راو طلب اللي هذا هو بد منه يا الله براع يعرف عنه إنسان يعدي السياسة كيف تنحن نفر أنا كمان قد نقوم نقول شي من الكلام الخاصة للنسعود والله اللي فلاهم والله للفلاء والله للرئيس والله للوزير هل ما يتواسب هل سنون عدوا قابل يالله بيران يفهم عنه إجبار 20% من هلمورتان كي قيل تقوي وعنه يالله يعود على المستوى بيران هم من ياناوك وهم من حنبي بيران عنده شرعية انتخابية قط حصال العسري في المئة ومورتان لا تساعد مسؤول عن هلمورتان هر عنه عاد رافت خمس مورتاني يالله يحترم به له لين عد ما تلم يحترم هو تعود خمس مورتاني ما هم احترام هل يوضع كي تقول لك يالله يعود على مستوى ويخلي عنه لخطة والجينكي ولاك وانا وانتو مو يافانه ما أخيه من نوحات وعنه عاد سياسون ودبيته ويالله يعود يتكلم كلام محترم كي كلام دبيتان ولا يكتب نوحات يكتبه بطريقة محترمة سنون لأهي جعبة لأن الناس لا تحترموا لتدرد الصلاة لا يعود أنه ما أخيه من نوحات والتعودة حلمين لنهم بقى الدولة يالله تتحمد مسؤولية القانونية تجاه موضرة تجاه جميع الأسخاص اللي يتجاوزوا القانون نعم ساحرة في هاون الساحرة على اللي شي خارج على الموضوع نهائيا نختير ونقول نعم خدمة خدمة الثانية وطنية أنا اليوم كنت شور صالحين على فعل ما لحد نزوره بابة المفتوح فيها من هوك اللي تزور من الناس من الجمعة هي فاتت من ثلاث وفتحت ديهوك توسعة عادوا يجووا وحدين من الهل الصالحين يبيعوا للناس البلايس عادوا يكتوا لقبول وهذا شفتوا أنا بعيني يمكتوا لقبولها قبل قبلهم وحدين هذا هون نختير هالمجموعة الحضرية وبلد يتعرفها وحتى الرأيس قاع هاله هاله يا الله يشوفهم عها أنا بقراني مخبرهم بها على اللواء نختارهم عدوا عالمين بها نعم أستاذ حانفي خرجنا إذا ما أخرجنا هذا مهيم الناس عاد تنقلع ونضفنوا قبلهم وحدين نعم أستاذ حانفي اه تفضلوا نحن نخطمون نعطوكم دقيقتين بالنسبة لقضية العبودية والعصرية التي يثار لأخ داود نختار نقول بها رأيس سابق نتوهده راهل عن قضية العبودية وقضية العصرية على هذه القضية علاجها ملح وراهل عن علاجها أنه لابد من إرادة سياسية صادقة وقوية وراهل عن والغزواني معلقين عليه لمن يتمتعها يتمتعها بالكياسة و صلاحيات و المؤهلات و بالتالي الله لعنى العبودية لا يستطيع أن يتمي عنها ما هي خالقة هي خالقة وواقعة و لا يمكن أن يعود خطاب الدولة لأنه و أحد كامل قالها يجرم و يعود يشيطان وأنه عبودية و لا يمكن أن من اعتراف يخلق اعتراف رسمي وجود العبودية ملتاني و يقدر تطلب ملتاني و يخلق اعتراف خطاب رسمي لأن يلقي الرئيس و يعود من اعتراف و يطلب الدعم الدولي في القضاء لهذه الضائفة هذا الدعم و يلتح له صندوق وتعدل إعلانات الكبرايات التلفزيات كيف سيئ لأنه و لأن دور الملتاني تقدير الله يرى و معدل حملة القضاء عليها و طائف المساعدة أي مساعدة يساعدون فيها منظمات دولية يساعدون فيها دول يساعدون فيها حتى لاعبي كرة قدم يساعدون فيها حتى ممثلين و لاعبي كرة السلن لأغلب يتون ذا مدام من الزنوش و حتى مياس الفالة استوحنا في استوحنا في أراني أراني في البرنامج أراني الليلة داعيك باسم المواليات كاملة عن الوطن قفر و رحمهم وعنك عاد لاحق كنت جيزاد لا لا خلو استوحنا الله 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 و قاطعكم لا أعطيكم تفاصله يغلو حاولوا اقتصال الوقت يجاوز عند رحب تقع الله لا بد من شغلة حقيقية على المجاة على الملب الحقوقي حقوق الإحراطيين واختل الزرج وظاهر اللي يملي على أن مما يبوت يخلق إنصار حقيقي لهم ودمش حقيقي وتمييز إيجابي على أن كون يحود رئيسه ها مطلب عن دركاري ها مطلب عن جميع نخب السياسي سياسي ما هو خاص بحد من حد لا بد من القنطرة حانيني لا بد من القنطرة بين مرحلتين بين مرحلت الظلم وغمط الحقوق مع مرحل الإنصار والحصول على الحقوق والحصول الوحصول يعني نعود إلى لأنه لديه نزع انتقامية وشيئات كيف مثلا الأمريكا أول سودة أحكمها أوباما أوباما لم يكن لديه نزع انتقامية وهذا هو السودة غير ما هو مستعبت به لأنه إفريقي لأنه مربيته هالكتون ومربيته في جو البيض وبالتالي لم يكن لديه نزع انتقامية ومتيس حد عنده هذه المؤهلات والله عنده مثلا قد يعمم نوع من في المجتمع نوع من التراحم ونوع من العدالة وليس يحس الحرطاني والفكوري على أنه ما هو الأقل شأن من البيضاني ولا هو مواطن من التراحم لماذا ساعد أحد يحكم سلحنا في نتفادعوا شكركم كانت فرصة طبعا رائعة جدا وفرصة طيبة مشاركتكم معنا لأننا نعتذرين عن طبعا الرئيس برامو دالعبيدي نائي البرلماني نعتذر عن السحابه ربما فهم شوي من ضعف التنسيق لكن نعتذر له وكان يريدنا أن يشاركنا هذه الحلقة نشكركم أستاذ الحنف يولدها من سابق الحلقة وكذلك نشكر الرئيس نشكر كذلك الرئيس أحمد أحمد عيش رئيس حزم الدار الوطن شكر الموصول لكم أيضا مشاهدنا للفاضي على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج موريتانيا اليوم نلتقي هذه تحياتي وتحيات فريق العم لا ترككم في رعاية الله شكرا 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 شكرا